موسيقى هنا WBCQ نقدم لكم راديو فرصة العالم الأخيرة worldslastchance.com من مونتشيلو في مين في الولايات المتحدة الأمريكية جرائم عنف، اتراب سياسي، عدم استقرار مالي كل شيء يشير إلى أن أزمة لا مثيل لها على وشك الحدوث استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك درس الكلمة اليوم بعنوان لا أعزم أن أتكلم عن أي شيء آخر سوى المسيح وصل به لا أعزم أن أتكلم عن أي شيء آخر سوى المسيح وصل به أنا استوحيت الأنوان ده من رسالة رسول بولوس إلى أهل كرنسوس الأصحاح الثاني رسالة رسول بولوس الأولى إلى أهل كرنسوس الأصحاح الثاني وأحبكم تفتحوا معي ونبدأ بالقراءة من عدد واحد هنا رسول بولوس بيخاطب أهل الكرنسوس وبيقول لهم وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة يهوى لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يهوش والمسيح وإياه مصلوبا وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرازتي لم يكنا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة يهوى يبارك هذه الكلمات إلا هتكون محور دراسة الكلمة لهذا اليوم بولوس بولوس العظيم العظيم بيقول لأهل الكرنسوس إنه أنا مش هكلمكم عن أي حاجة تانية غير عن قصة حياة السيد المسيح وصل به وبيتكلم بيوصف إنه هو لم يقالهم أهل الكرنسوس بيوصف نفسه إنه كان في ضعف وخوف ورعدة كثيرة أحد الشيء قدر يتصور إنه هذه الكلمات تخرج من فم واحد من أعظم رجال التاريخ واحد من أعظم الرسل وهذا الرسول العظيم رسول يهوى ورسول السيد المسيح يتكلم عن نفسه بيقول إنه لمن رحل أهل الكرنسوس رحلهم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وإنه كلامه وكراسته ما كانوش بالحكمة الإنسانية المعتادة يعني أنتم عارفين الناس لمن تصف إنسان معين أو خطيب معين أو سياسي معين إنه كلامه مقنع استخدامه للغة مقنع عنده كارزمة في الكلام عنده كارزمة في المظهر الرسول بولس ما كانش عنده أي نوع من هذه الصفات ما كانش عنده أي كارزمة وبالعكس بيقولك أنا كنت جيلكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وما كانش عندي ما كنتش بقدم لكم الكلام اللي يعكس حكمة بشرية وحكمة إنسانية عشان أقنعكم وإنما كنت بعتمد اعتماد كامل على إقناء الروح لقلب المستمع بأن هذا الكلام ينبغي أن ينتبه إليه هنا الرسول بولس بيذكر وبيقول وبيفكرنا وبيفكر كل الواعظين والكراز وتلميذ يهوشوا على مر الأجيال بيفكرهم وبيذكرهم وبيحذرهم أن لما تروحوا تعزوا لما تروحوا تشهدوا وتتكلموا عن المسيح تتكلموا فقط عن المسيح وصل به وبالتالي تتكلموا عن قيامته وبالتالي تتكلموا ليه هذه القصة قصة هامة جدا قصة موت وقيامة السيد المسيح وعلاقة هذه القصة بالحياة في العصر القادم ده كان محور رسالة الرسول بولس وبيعلمنا إزاي لا نعتمد على قوة الإقناع الشخصية قوة البرهين والأدلة وإنما أن يعتمد الكارز على برهان الروح الروح روح يهوى القدوس روح يهوى القدوس هو الذي سيبكت المحبين للحق بأن هذا الكلام حقيقي وهذا الكلام صحيح وهذا الوعظ والإنذار هو من يهوى طبعا بولس ما جاش لأهل كرونسوس من فراغ ما قررش أنه يجعل هذا الموضوع أو هذا المدخل لتنوير الناس بالحق أنه جالوا هذا الفكر من فراغ ومن قرار شخصي وإنما جالوا هذا الإصرار على التقيد بتقديم فقط المسيح والمسيح المصلوب من اختبار قاسي جدا حصلوا في أسينة وهذا الاختبار أتصور علم معاه وانحفر في عقله وكان نتيجة لاختباره في أسينة قرر بولس أنه من دلوقتي ورايح لن يعتمد على الحكمة البشرية وإنما سيعتمد على الروح والروح فقط وأحب عشان تقتنوا حضراتكم أو تختبروا أو تتعرفوا على الاختبار القاسي اللي مر به بولس في أسينة مباشرة قبل توجه بولس إلى كرونسوس مباشرة قبل توجه بولس إلى كرونسوس مر بأسينة أسينة في اليونان واحد أنه تفتحوا معايا سفر أعمال الرسل أصاح 17 عشان نتعرف على الاختبار الصعب الذي مر به بولس في أسينة وكيف هذا الاختبار شكل توجهه من تلك اللحظة وفي كل كرازاته أو تبشيره المستقبلي بعد أسينة كان محور حديثه هو شيء واحد المسيح وإياه مصوبة طيب تعالوا نفتح ونقرأ أعمال الرسل من عدد 17 أصاح 17 من عدد 13 فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية ونحن نتكلم كثيرا عن جمال أهل بيرية أيضا نادى بولس بكلمة يهوى جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا أول ما اليهود عرفوا أنه راح أهل عندي بيرية كمان اليهود أعداءه الألداء كانوا دايما يروحوا وراه أو يسبقوا إذا عرفوا فين هيروح ويهيجوا الناس ضد بولس عشان ما يستقبلش بولس ويستمع إليه عدد 14 من أصاح 17 أعمال فحنائز أرسل الإخوة بولس للوقت ليسهب كما إلى البحر وأما سيلة وتمساوس فبقيا هناك والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أسينة وصل إلى أسينة ولما أخذوا وصية إلى سيلة وتمساوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضوا وبينما عدد 16 وبينما بولس ينتظرهما يعني بينتظر سيلة وتمساوس أنه يلحقوا به في أسينة احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوة أصناما فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهزار أن يقول في أسينة بولس رحل مجمع اليهود وقدم الحق كما كان يفعل في كل مكان ولكن أسينة كانت مليانة من أهلها من الأسانيين من أهل أسينة ودول كانوا يمتازوا بحبهم للفلسفة وبحبهم للجدال والنقاش والتحاور فسمعوا من كلام بولس كلام غريب وكان رد في علوم الأولي أن هذا الرجل مبتدأ أحمق مهزار مبتدأ أحمق مهي الكلام الفاضي اللي بيقولوا ده مهي الكلام الفاضي اللي بيتكلمه بولس طبعا ليس سهل أنه إنسان يبشر بالحق لناس أولا حكمت عليك قبل ما تستمع إليك باستفادة أنه أنت أحمق وإن أنت بتتكلم كلام فاضي ومش عارف بتقول إيه وإن أنت مش مستوى إنه إحنا نتحاور معك يقول لك إيه نكمل الآية وبعض أنه أنه يظهر مناديا بآلهة غريبة لأنه كان يبشرهم بيهوشوة والقيامة فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باخوس أريوس باخوس هو يعني زي ما تقولوا مكان أو تسميه منتدى الحكماء يعني مجلس مدينة كده أو مجلس حكماء المدينة كانوا بيجتمعوا في ساحة اسمها ساحة أريوس باخوس قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به تعال يا بولس تعال إلى أريوس باخوس وإحنا الحكماء هناك عايزين نسمع منك هتتكلم وتتفلسف علينا وتقول إيه لأنك تأتي إلى ما سامعنا بأمور غريبة فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه يعني أظهروا نوع من حب الاستطلاع بس ما كانش لازم أن يتعجلوا بالتطول عليه وبالحكم عليه بأنه ده رجل أحمق ورجل مهزار ومدعي كاذب قبل ما يسمعوا له باستفادة المهم حكموا عليه وقالوا له تعال يعني نسمع ليك تعال نسمع ليك عدد 22 هنا بولس جات له فرصة أنه يخاطب الحكماء يخاطب العباقرة يخاطب مجلس مدينة أسينة في مقرهم الرسمي في أريوس إي باخوس فعدد 22 يقول فوقف بولس فوقف بولس في وسط أريوس باخوس وقال أيها الرجال الأسينيون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كسرا دي كانت مجاملة أو محاولة كسب والدهم مش طريقة بولس في الكلام أسينة ما مر به بولس في أسينة أعتبره استثناء على الطريقة التي كان في العادة يتناول فيها بولس الحق مع كل من يريد أن يستمع هنا لأنه ربما اتاخذ أو ربما يعني استصعب هذا الموقف أنه قاعد في محضر حكماء وفلاسفة اليونان في ذلك العصر فكان عاوز يلطف الأجواء بقدر المستطاع فاستخدم أسلوب مجاملة يعني أقول فيها الكثير من المبلغة ومش بولسية مش دي طريقة بولس ولكن هذا ما حدث في أسينة لهم أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا لأنني بينما كنت أكتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مزبحا مكتوبا عليه لإله مجهول فالذي تطقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به لاحظوا أحبائي المدخل أسميه البنقصين الزكي الذي استخدمه بولس عشان يدخل إلى قلوب المستمعين هنا ما كانش بولس حتى هذه اللحظة معتمد على تبكيت الروح وإنما كان عاوز يدخل لهم دخلة زكية يزنؤهم بالحكمة يزنؤهم بزكاؤه ويجعلهم يتقبلوا الحق يتقبلوا الحق بهذا المدخل وهذه المجاملة اللي أسميها مرة تانية مش طريقة بولس المعتادة مش طريقة بولس المعتادة عدد 24 الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأياد ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي جميع حياة ونفس وكل شيء وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا يهوى لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع إنه عن كل واحد مننا ليس بعيدا حكمة وفلسفة على أعلى مستوى على أعلى مستوى ما كانش بولوس ممكن أن يدخل بحكمة بشرية أعلى من هذه الحكمة التي أظهر في تعامله مع جماعة الحكماء أهل أسينة مجمع أسينة في أريوس باخوس في ذلك اليوم عدد الثمانية وعشرين الآية الجميلة لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا زرياتهم هنا كمان اقتبس اقتبس من شعرهم ومن فلسفتهم ومن حكماءهم لعله إيه لعله إيه يستطيع أن يخترق قلوبهم عدد تسعة وعشرين فإذ نحن زرية يهوى لا ينبغي أن نظن أن اللهوت شبيه بزهب أو فضة أو حجر حجر نقش صناعة واختراع إنسان فيهوى الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات تلاحظة أحبائي انتهت عزر بولس في مجمع أريوس باخوس أو في منتدى أريوس باخوس لحكماء أسينة ومجاش بالذكر للصليب ولا الموت الكفاري ولا ليه احتاج السيد المسيح أن يموت ومن هو السيد المسيح اعتمد في هذه العظم على المجملة حب أن يتودد يتودد إلى الحكماء أنه متدحم أنه متدينين وبعدين استخدم مدخل الإله المجهول للإسم عشان ينسب تدينهم إلى هذا الإله وبعد كده ابتدى يتكلم كلام ويقتبس من أشعارهم وعشان يثبت أنه هناك إله في السماء وأن هذا الإله لا يمثل بأصنام وينبغي أن نحذر أنه في يوم حساب لأنه في رجل أقام من الأموات سيدين جميع البشر انتهت العزم كلها حجمة كلها مجاملة اقتبس اقتبس من كتابتهم اقتبس من فلسفتهم اقتبس من مذهبهم وكان النتيجة انه عدد 22 ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا وهكذا خرج بولس من وسط يعني قالوا لي مش ناقص إلا نسمعلك كمان عن قيامة الأموات ولكن نشكر يهوى انه برضو ناس التسقوا به وآمنوا وآمنوا من أهل آسينة يعني مش مكان رفض تام ولكن مش من مجلس الحكماء ناس من أهل آسينة كنتيجة لوعظ اللي كان بيتم واحد إلى واحد مع كل من يلتقي بهم أو يضع يهوى يضعهم يهوى في طريق اللي عاوز أقوله انه المثال الوحيد لنا في خدمة الرسول بولس اللي فيه استخدم الحكمة البشرية واستخدم البلاغة واستخدم المجاملات واقتبس من مذهب خصومه كأنما يريد أن يتودد اليوم بقت بالفشل الزريع بقت بالفشل الزريع ولي من تجنب ذكر المسيح المصلوب والموت الكفاري وركز على الدينون وتجاهل دور السيد المسيح في كل هذا الأمر النتيجة كانت فشل الزريع وانسحب من هذا المجلس دون أي سمار وهكذا خرج البولس من وسطه يعني أوتيحت لي فرصة نادرة أن يجتمع بحكماء 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 أسينة في ذلك العصر وأضاع فرصة الشهادة للسيد المسيح ولموته الكفاري فكان النتيجة أنه لمن راح إلى أهل كرونسوس لأنه بعد كده نقرأ أنه صح 18 عدد 1 وبعد هذا مضى بولس من أسينة وجاء إلى كرونسوس بعد هذا مضى من أسينة وجاء إلى كرونسوس وفي كرونسوس نوى بقى إنه ما يكررش هذا الخطأ مرة تانية أبدا في حياته فقالك إيه نقراها بقى مرة تانية كرونسوس الأولى كرونسوس الأولى 2 وعدد 1 وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام خلاص طاب تاب بولس عن استخدام سمو الكلام أو الحكمة تاب بولس عن استخدام الحكمة البشرية في الإقناع مناديا لكم بشهادة يهوى مش هيستخدم الحكمة البشرية ولا سمو الكلام في تقديم شهادة يهوى لأني لم أعزم أن أعرش شئا بينكم إلا يهوش والمسيح وإياه مصلوبا يهوش والمسيح وإياه مصلوبا ما كانش ده صلب العزل التي قدمها بولس لحكماء أسينة لأنه ما تقدرش تجمع السيد المسيح وصلبه وموته الكفاري وتستخدم الحكمة البشرية والفلسفة لأنه الاتنين على طرفين نقيد الحكمة تلغي الحكمة تلغي الموت الكفاري اليوم عندما تتحدث عن الموت الكفاري لسيد المسيح أقولك هذا أجد أذكر في يوم الأيام أخ مسلم عزيز أتعمل معه في الشغل ولما شاركت عن الموت الكفاري لسيد المسيح وإعجب هو في حاجة لأن يدرك أنه بأعماله لا يستطيع أن يخلص بأعماله لا يستطيع أن يخلص وأنه أي دين وأي مذهب مبني على الخلاص بالأعمال فقط هذا مخالف لتعليم الكتاب لأنه بالأعمال لا نستطيع أن نسترضيه عندما تكلمت الأخ العزيز المسلم بهذا الكلام رغم أن هناك نوع من الاحترام المتبادل قال لي ما هو الكلام الفاضي هذا ما هو الكلام الفاضي هذا ما لا يوجد شيء اسمه موت كفاري ما زمن بواحد يموت عني كل إنسان سيتحاسب لوحده بحسب ميزان الأعمال والسيئات الحسنات والسيئات ما هو الكلام الفاضي هذا قال لي بالكلمة للحرف الواحد ما هو الكلام الفاضي هذا ما هو الموت الكفاري ما هو الخرافات هذه هنا يا حبائي بولس حاول أن يستخدم الحكمة مع حكماء أهل أسيناء حكماء أهل أسيناء كان النتيجة الرفض المطلق لأنه لم يعتمد على تبكيت الروح القدس فنوى بعد ذلك بعد هذا اختبار أسيناء المؤلم والمرير أنه لم يأتي عند كرونسوس أهل كرونسوس قال لا خلاص تبت تبت أن أستخدم سمو الكلام أو الحكمة لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يهوش والمسيح وإياه مصلوبا وأنا كنت عندكم في ضعف عادة أن الإنسان يبقى طلق ولبق وعنده كارزما ما يقفش ويتكلم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة بالعكس ده هو بيعتمد على بلغته على زكاؤه على لبقته على سلاسة الكلام المنمق المتدفق من فهمه فيعود بكل ثقة ويتكلم لأنه هو معتمد على كارزمته الشخصية بولس تعلم وأدرك أنه يأما هو يكون المتكلم بالحكمة البشرية يأما يكون أداة للروح القدس لتبكيت كل من يستمع إليه ينبقى أن يختفي بولس يختفي حتى تكون الكلمات الخارجة منه لها الفرصة أن تبكت المستمع لما أنت تنبهر بالمتكلم لما أنت تنبهر وتنجذب إلى هيئته وإلى شكله وإلى كلامه وإلى كارزمته ما ده اللي بيحصل في السياسة اليوم إيه اللي بيخلي واحد ينجح وسياسي آخر يفشل هي اللباقة والكارزمة والحضور والثقة بالنفس والثقة بالنفس خدام يهوى لا يستطعون أن يتمتعوا بتبكيت الروح القدس لمستمعيهم إلا إذا هم اختفوا هم اختفوا عشان يكون كل المسرح مهيئ للروح القدس فهنا عشان كده يقول لي لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يهوش والمسيح وإياه مصنوبا وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة خايف لبضيع منه فرصة تانية كما ضعت منه في أسينة أن الروح القدس لا تتاح لي الفرصة أن يبكت لأن الروح القدس لا يستطيع أن يبكت الآخرين وأنت بتركز كمتكلم كواعظ كخادم وأنت بتركز أو بتستخدم الحكمة البشرية وبتستخدم حضورك والثقتك بالنفس والمظهر وكل هذا الشيء وكل هذه المظاهر اللي بيعتقد فيها بعض الوعاظ والكارزين أنه دي اللي هتكتزب النفوس إلى الحق أنا أطلع بثقة وأتكلم بثقة وأعز بكل قوة وأعز وأنا مملوء كده بالشجاعة والإلهام لا أحباي بولوس اتعلم من اختبار أسينة من اختبار أسينة أنه ينبغي أن يختفي هو عشان يكون التركيز فقط على يهوشوة وإياه مصنوبا ويكون التركيز مش على المتكلم وإنما التركيز أو على الروح يهوى أنه يعطى الفرصة ليخاطب قلوب المستمعين واحدة من الحاجات أحباي اللي احنا في فرصة العالم الأخيرة بنفضلها عن أي وسيلة أخرى هي حلقات الراديو ليه بنفضل حلقات الراديو عن أي وسيلة أخرى للتواصل مع المحبين للحق لأن المتكلم بيختفي المتكلم لا يظهر مش هيحصل أي انجزاب لشخص المتكلم وإنما الانجزاب سيكون فقط للكلمات التي تخرج بقوة الروح القدس وتخاطب القلب والعقل مش هتنتبه إلى الوعز شكله إيه؟ لابس إيه؟ متحلب إيه؟ تشوف الوعز بتوع التلفزيون بتوع التلفزيون المظهر بتاعهم والخواتم اللفسينها والشعر المصفوف والثياب الغالية والهيئة بتاعتهم فلا عجب لا يستطيع الروح القدس أن يتعامل مع المستمعين اللي بيستمعوا لمثل هؤلاء الوعزين الكذبة لأنه دول بيجذبوا الناس لأشخاصهم ليس بيجذبوا الناس إلى السيد المسيح وأيه للصليب وأيه مصلوبة لا دول بيجذبوا الناس إلى أشخاصهم من هنا نحن نفضل الراديو وحلقات الراديو لأنه عاوزين الحق ينطلق دون أي إعاقة من الإنسان البشر الواعز ينبغي أن يختفي يختفي شكلا وموضوعا وإنما فقط ما يبقى في عقل المستمع هي الكلمات كلمات الحق آيات الحق التركيز على الحق وليس على أداة توصيل الحق أداة توصيل الحق ينبغي أن تختفي وما فيش حاجة تخفي تخفي المتكلم كمثل الراديو مثل حلقات الراديو أحبائي عدد أربعة وكلامي وكرازتي لم يكنا بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة تاب بولس خلاص مش هيستخدم مرة تانية كلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة أحبائي في مفهوم خاطئ عن بعض من محبين الحق أنه ينبغي أن نقنع الناس بالحجاج القوية ينبغي أن نقنع الناس بالحجاج القوية عشان يقبلوا السيد المسيح مخلص شخصي وينبغي أن نعمل كذا ونعمل كذا ونثبت صحة الكتاب المقدس ونثبت أن الكتاب لم يتم اللعب فيه ولم يتم التحريف فيه أحبائي أعوز أقول آياتي لكل من يؤمن بمثل هذا الكلام أحبائي منذ أن خرج الإسلام إلى الوجود وهناك كان محاولات لتشكيك في صحة الكتاب المقدس هذا أمر ليس جديد لمئات السنين كتبت العديد من الكتب التي تثبت أن الكتاب المقدس لم يحرف بالكيفية التي أعتقد أخوتنا المسلمين قد حرف بها ومع ذلك ومع ذلك كانت النتيجة أين؟ هل هذه الحجاج القوية والدلائل القوية التي ظهرت وشارك فيها الكثير من المسحيين أخوتهم من الإسلام هل أدت إلى تغيير الرأي؟ لا ولكن هل هذا الأمر هل فيه إخوة إسلام اكتشفوا السيد المسيح ولم يقبلوا السيد المسيح بسبب أنه ما كانش فيه حجة قوية تقنحهم بصحة الكتاب المقدس؟ والإجابة أيضا لا الذين قبلوا السيد المسيح قبلوا السيد المسيح كمخلص شخصي من الإخوة الإسلام ما كانش بسبب الحجج القوية التي قدمت لهم من قبل الوعظ ولكن بالسبب تبكيت الروح القدس تبكيت الروح القدس لأنه كل من يبحث عن الحق سواء كان في اليهودية سواء كان في المسيحية سواء كان في الإسلام سواء كان في الهندوسية أو كان ملحد كل من يبحث إذا أنت تبحث عن الحق يهوى بروح القدوس سيخطبك وسيقول لك نعم هذا هو الحق هذا هو الحق أنا لا أحتاج أثبت صحة الكتاب المقدس لإنسان يحتاج إلى الحجج إذا إنسان يحتاج إلى الحجج لكي يقتنع يبقى مع عمره سيقبل صحة الكتاب المقدس ولكن إذا كان هذا الإنسان قاصد وبكل قلبه متلهف للحق عنده جوع للحق وعنده عطش لماء الحياة بمجرد ما يبدأ يقرأ الكتاب المقدس يوم بعد يوم يوم بعد يوم يقرأ في الكتاب المقدس بس قراءة بس قراءة سيجد روح يهوى القدوس يبكته ويقول له هذا هو الحق اقبله هذا هو الحق وهتجد هذا الإنسان قبل السيد المسيح من نفسه من نفسه وليس بالحجج لأنه أتاح الفرصة لعمل روح يهوى القدوس في قلبه طيب نسأل بقى أسؤال يبقى هل سبب عدم اقتناع غالبية إخوتنا الإسلام بصحة الكتاب المقدس؟ هل سبب عدم اقتناعهم بصحة الكتاب المقدس؟ تعود أو تنسب لعدم درايتهم بالأدلة الكتابية التي تصبح تصبح صحة الكتاب؟ هم عارفين وسمعوها ولكن لم يقبلوها لأنه لا لديهم محبة الحق فالإنسان الذي لا لديه محبة الحق لو جبت له أي من الحجج لن يقتنع أصبح ما الذي علينا أن نعمله لكي نكتزب الناس إلى الحق؟ هو أن نرفع يهوش والمسيح مصلوماً أمام أعينهم أمام أعينهم ونوضح لي السيد المسيح بدونه لن نحصل على الحياة الأبدية نوضح لي موته الكفاري موته الكفاري لا غنى عنهم يعني أي إنسان عاوز يسترضي يهوى ينبغي أن يرحب بموت السيد المسيح الكفاري لأنه الموت الكفاري هو الذي يصالح الخاطئ مع الخالق السيد المسيح هو الذي يصالح الخاطئ مع الخالق لا يوجد حد ثاني يستطيع أن يصالحنا مع يهوى كخطاط إلا السيد المسيح فلأنه هو الوسيط الأوحد وسيط الأوحد بين بين الإنسان الخاطئ ويهوى فمن هنا تظهر أهمية السيد المسيح أحبائي اللي عاوز أقوله وأقوله بكل محبة وبكل مناجدة ينبغي أن نشهد للسيد المسيح لموته وصلبه وصلبه كما فعل بولوس ولا نعتمد على الحكمة البشرية ولا نعتمد على الحجج البشرية أو الدلائل الدلائل الأقناع دلائل الأقناع هذا الكتاب المقدس ليس محتاج أي دليل للإقناع غير تبكيت روح القدس وما يجيش التبكيت روح القدس إلا بالقراءة بالقراءة فالإنسان الذي يبحث عن الحق ولا يدرس ولا يقرأ الكتاب المقدس إنسان ليس جاهز أن يقبل الحق ليس جاهز أن يستجيب لتبكيت روح القدس فقط الإنسان سواء كان يهودي سواء كان مسيحي سواء كان مسلم فقط الإنسان الذي يقرأ الكتاب المقدس بإخلاص وبرغبة صادقة في التأكد هل هذا هو كلام يهو أم لا هو أمام الكتابين أمام الكتابين ينبغي أن يقرأ هذا ويقرأ ذاكا وبعدين يقول لي روح القدس أنا حيران أنا أمام الكتابين والكتابين على طرفين نقيت وأنا عاوز أخلص أنا عاوز أسترض يهوى يهوى الحقيقي الإله الذي خلقني بس أنا أمام كتابين أعمل إيه أعمل إيه الإنسان الذي يبحث عن الحق الإنسان الذي يبحث عن الحق هيعرف هيعمل إيه هيقول هادرس وأصلي هادرس هذا الكتاب وأصلي هادرس هذا الكتاب وأصلي وقل لي يهوى قل لي أي من الكتابين ينبغي أن أتبع لأنه ما فيش إنسان يستطيع أن يسترضي يهوى بالتوافق مع كتابين على طرفين نقيت إزاي؟ فإذا الإنسان لم يكن عنده الرغبة صادقة إذا لم يكن عنده الرغبة الدفينة في استرضاء يهوى بأي طريقة وبأي سمن يبقى مهما أقنعته بالحجج ومهما قدمت الأدلة على صحة الكتاب وعدم تحريفه مش هيقتنع مثل هذا الإنسان لأنه دايما بيعتمد على ما يستمع ولا يعتمد على روح يهوى اللي ينتج في قلبه من قراءة الكتاب أنا بس لما أقرأ الكتاب أستطيع أن أتيح الفرصة لروح القدس أن يخاطبني الروح القدس لن يخاطبني من غير ما أقرأ الكتاب الكتاب ينبغي أن يقرأ من باحث الحق عشان يتأكد من صحة الكتاب عشان كده أي محاولة أي محاولة جدلية لإقناع إنسان بصحة الكتاب المقدس دون أن يقوم هذا الإنسان بالقراءة بنفسه والصلاة والتأمل في الكلام الذي يقرأه وميعملهاش في ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة على مدى أيام على مدى أيام عشان يتيقن هل كتابه هو الكتاب الذي سيقود إلى الحياة الأبدية أو الكتاب المقدس وعندما يكون عنده هذه الرغبة الصادقة في الوصول إلى الحق عندها سيكتشف الحق أحبائي مرات نسأل هذا السؤال لماذا لا يوجد ناس كثيرة تتبعكم وكأننا نسعى لإكتذاب أتباع لو بنسعى لإكتذاب أتباع ما كناش سبنا الطواف التي ننتم إليها ما كناش لجأنا إلى خدمة الراديو عشان نختفي ويكون فقط المجال مفتوح لكلام يهو أن يبكت القلوب ولكن لأنه عندنا رغبة صادقة في إرشاد كل من يريد أن يبحث عن الحق في إرشاده إلى الحق وعندنا هذه الرغبة الصادقة فنلجأ إلى الأسليب التي كان ينتهجها السيد المسيح إلى الأسليب التي كان ينتهجها السيد المسيح في اكتذاب التلاميذم وأعوز أقول لحضراتكم حاجة السيد المسيح كان بيطفش الأتباع واحد يسألني سؤال يعني بيطفش الأتباع تعال اقرأ معي في متة 8 متة 8 عدد 19 إلى 20 وتعال أقول لي هنا هل السيد المسيح بيستقطب أتباعه ولا بيطفش من يريد أن يتبعه طب نقرأ من عدد إيه 19 متة 8 إلى 19 فتقدم كاتب واحد من الكتبة وقال له يا معلم أتبعك أينما تنضي هنا السيد المسيح قالوا واحد كاتب يعني واحد دكتور واحد فيلسوف واحد عالم بالتوراة وجال السيد المسيح اللي هو أصغر منه سناً ومدرس في مدارس اليهود ويقول له أنا جاي أتبعك أينما تنضي أينما تنضي لو بمفهوم النهاردة السيد المسيح بيعمل مفهوم النهاردة يقول له برافو برافو أنت جاي تتبعني أهلاً وسهلاً أخذك بالحض ويفرح به ويتباهى به إنه انضم إلي الكاتب الفلان الفلاني أنا اكتذبته أنا اكتذبته لا سيد المسيح عمل إيه قال له فقال له يا هشوى للسعالب أو جرة ولطيور ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه شوفوا أحبايا بيعمل إيه سيد المسيح شوفوا طريقة التطفيش اللي بيستخدمها عشان يقول للناس يقول للناس إنه إذا أنت عاوز تتبعني في تمن لازم تدفعه في صليب يجب أن إيه أن تحمله أنت جاي تتبعني لأنه أنا شايف الناس بتلتم حولي عاوزة تستمع إليه وعاوزة تمشي معايا فين ما أروح لا هل أنت جاهز إنه تتبهدل البهدلة اللي أنا بتبهدلة أنت جاهز إنه تتخلى عن مكان سكنك وما يكونش ليك حتى مكان تحط فيه رأسك عشان تنام في نهاية اليوم بصلاح أحبايا السيد المسيح لا يكتذب الجموع لا يستقطب الجموع السيد المسيح دايما دايما كان يخاطب القلوب ما كانش بيجامل الناس عشان الناس تنجذب إليه ما كانش بيقدم إغراءات عشان الناس تنضم إليه إنه هرد الطوائف المسيحية وكافة الأديان كافة الأديان بيستقطب الناس بالإيه بالإغراءات بالرشاوي وما حتكش أسرد نوعية الرشاوي التي تستخدم عشان تنتقل من هنا وتدخل إلى هنا تسيب هذا الدين وتنضم إلى هذا الدين يبقى لازم فيه مبالغ تدفع لازم فيه رشاوي لازم فيه إغراءات لازم فيه تعوضات لازم تبقى فيه مكاسب السيد المسيح ما كانش يكتزب أي حد بهذه الطرق التي تمارس اليوم في كافة الأديان السيد المسيح اللي عاوز يتبعه يقول له يطفشه عشان إذا كان هو بالفعل صادق بالفعل صادق ومستعد أن يتحمل التكلفة في ذلك الوقت فقط يرحب بالسيد المسيح بعد الغريبة دي أو الحادثة الغريبة التطفيشية اللي عملها السيد المسيح افتح معي في متة عشرة إيه اللي بصفحة إلى متة عشرة وقر معي أربعة وثلاثين وتشوفوا إزاي السيد المسيح كان يستقطب الناس بسياسة التطفيش بسياسة التطفيش يا أحبائي أنا عاوز أقول للناس اللي هي بتعتقد أنه بتقيس نجاح الخدمة بعدد المنضمين تعالوا شوفوا السيد المسيح هنا بيقول لنا إيه في متة عشرة عدد أربعة وثلاثين لا تظنوا متة عشرة هنقرأ من أربعة وثلاثين إلى ستة وثلاثين لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته عاوزة السؤال هذا الكلام يكتذب أتباع ولا يطفش الأتباع يكتذب الناس لإتباع السيد المسيح ولا يخيف الناس من إتباع السيد المسيح ولكن هذا هو الواقع قبولك للسيد المسيح قبولك للسيد المسيح كمخلص شخصي لك قبولك للموت الكفاري لموته قبولك لموت المسيح الكفاري عن خطيك عن خطيك هيكون بمثابة سيف بمثابة سيف هيفرقك عن أهل بيتك أحبائي إذا أنت تعرف أي إنسان قبل السيد المسيح وقبل الحق وأهل بيته فرحه به عرفني عليه لأنه أنا لم ألتقي بمثل هذا الإنسان لم ألتقي بإنسان في حياتي الممتدة قبل السيد المسيح قبول حقيقي ومن كل القلب وقبل أن يحمل صليبه ووجد سلام في بيته لم أجد مثل هذا الإنسان بالعكس بمجرد ما يعلن هذا الإنسان بمجرد ما يعلن هذا الإنسان قبوله للحق وبمجرد ما يحصل تغيير في حياته كنتيجة لقبوله للحق تبدأ الثورة عليه والثورة تبدأ من أهل بيته إذا كان متزوج من الزوجة إذا كانت متزوجة من الزوج الزوج يقول لي الزوجة أنا لم أتزوجتك أنا أريد الزوجة التي تزوجتها الفتاة التي أحبتها أنت تغيرت وإذا كان الزوج هو الذي تغير الزوجة تقول له مش أنت دا لنا حبيته أنا عاوز الرجل الذي حبيته وأحبائي يا ما شفنا أسر تنقسم وأقارب ينقلبون على من يقبل الحق ينقلبون تماما كما قال السيد المسيح لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فأني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه السيد المسيح لم يدخل في الحياة ينبغي في حياة مؤمن ما هذا المؤمن ينبغي أن يختار يأما المسيح يأما أبوه يأما المسيح يأما زوجته يأما المسيح يأما أولاده يأما المسيح يأما رب العمل أحبائي هتلاقي أول ما إنسان يقبل الحق تقوم عليه الصورة سواء في العمل في البيت في الأقارب ويبتدي يحارب وفي كثير من الأحيان في كثير من الأحيان يضطر من قبل إلى الحق أن يتراجع لكي يستعيد السلام مرة أخرى في حياته ولكن هذا السلام دفع فيه سمن غالي جدا وهو خسارة السيد المسيح إذا ما كانش المؤمن عنده الإصرار أن يضحي بكل شيء ولا يضحي بالحق فلن يحصل على الخلاص أو على البر سيد المسيح ينبغي أن يكون الإنسان الذي يبحث عن الحق مستعد مستعد لدفع أي سمن كملوا معي في متى عشرة أيضا في سياسة يهوى التطفيشية يهوشوى التطفيشية يقول إيه عدد 38 إلى 39 38 إلى 39 ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني إذا أنت مش مستعد أن تدخل في حرب من أجل السيد المسيح تدخل في حرب من أجل السيد المسيح حرب مع أي إنسان وأنا هنا بتكلم مش حرب جسدية وإنما حرب روحية يعني مستعد أدفع أي تمن ولا أضحي بالمسيح هنا يقول لي إيه من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحق إنت عاوز تنضم إلى مسيح من غير صليب فهذا المسيح اللي أنت بتنضم إليه هو مسيح كاذب هو مسيح كاذب إنت مقبلتش المسيح الحقيقي المسيح الحقيقي إذا تقبله يبقى هيبقى في حرب في صليب إذا حياتك مفهش صليب بسبب قبولك لسيد المسيح يبقى أنت قبلت مسيح معدل يبقى أنت قبلت مسيح بالإسم وليس مسيح بالفعل هنا يقول إيه أكمل الآية بعد التسعة وتلاتين من وجد حياته يضيعها من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجله يجدها إذا أنا مش مستعد أضيع حياتي وأضيع عمري وأخسر كل ما أملك من أجل السيد المسيح إذا أنا مش مستعد أن أحمل الصليب فأنا لا أستحق المسيح وبالتالي نسأل هذا السؤال اليوم ليه عدد الذين يقبلون الحق قلائل لأنه مش مستعدين أن يحملوا صليب السيد المسيح مش مستعدين أن يضحوا بحياتهم مش مستعدين أن يعانوا من أجل السيد المسيح عشان كده تشوف أن المسيحية النهاردة مسيحية فاترة وبالإسم بالإسم فقط لأنه ما فيش حد حامل أي صليب ما فيش حد مستعد للتضحية بكل شيء ولا أن يضحي بولاءه للسيد المسيح للسيد المسيح أحبائي بولس بعد اختبار المرير في أسينة بعد ما اكتشف أن الطريقة الحقيقية لتقديم الحق هي بإعلان المسيح وبرفع المسيح المصلوب والمقام من أجل تبريرنا من إعلان أن هناك سمن ينبغي أن يدفع لكل من يريد أن يحصل على الحياة الأبنية من غير إعلان هذه الحقائق مش هيكون في فرصة للروح القدس أن يبكت القلوب ويميز يميز المسيح الحقيقي عن المسيح المزايل في النهاردة المسيحين هم مسيحين بالإسم بالإسم لأنه لم يقبلوا المسيح الحقيقي الذي يطلب منهم أن يضحوا بحياتهم من أجله من أجله إذا هم لا يريدون أن يضحوا بعلاقة فرد من الأسرة لا يريدون أن يخسروا هذا الفرد مستعدين يتنازلوا لهذا الفرد ويتنازلوا عن المسيح لكن لا يتنازلوا عن سلامهم مع هذا الفرد هذا الإنسان لا يستحق المسيح إذا أنت تفضل رضا رب العمل عليك رضا رب العمل عليك عن رضا السيد المسيح عليك رضا السيد المسيح عليك يقول إيه؟ إن كنتم تحبونني فأحفظوا إيه؟ وصايا كما أنا حفظت وصايا أبي إذا أنا مش قادر أحفظ وصايا يهوى التي حفظها السيد المسيح لأنه لو حفظت وصايا يهوى هخسر رضا رب العمل يبقى أنا مسيحي بالكذب يبقى أنا مش مسيحي يبقى أنا مسيحي بالإثم ولكن هذا المسيح الذي أنتسب إليه مسيح كاذب مسيح لا يغير مسيح لن يمنحني الحياة الأبدية مسيح لن يستجيب إلى صلواتي أهل كورنسوس اكتشفوا عن طريق بولس المسيح الحقيقي المسيح الحقيقي الذي لم يقدمه بولس إلى أهل أسينة وكان بالنتيجة أنه بولس لم ينجح مع مجمع الحكماء في أسينة ومن وقتها قرر أنه فين ما يروح مش هيتكلم إلا عن المسيح وأياه مصلوبا ومش هيتكلم عن أي حكمة بشرية ولا يستخدم الأسلوب المجاملات وإنما هيعلي يرفع المسيح أمام أعين الجميع يرفع المسيح أمام أعين الجميع ويختفي هو بولس ويختفي هو بولس حتى تتاح الفرصة للروح القدس أن يبكت القلوب يبكت القلوب المستمعين بالحق والحق الإلهي آمين أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضا مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غدا لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على موجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر